في الأسابيع القليلة الماضية لم يتوقف الحديث الإعلامي والسياسي عن موضوعه مركز الدراسات الاستراتيجية الحكومي من زاوية تبعيته المالية والإدارية للجامعة الأردنية فقد تضمن تقرير ديوان المحاسبة حيثيات كثيرة عن مخالفات إدارية في المركز وهي مخالفات جعلت السوشال ميديا تفتح ملفا غير قديم عن شبهات تزوير شهادات تأهيل إداري في المركز في موضوع استطلاعات الرأي التي يجريها المركز دوريا عن نسب الثقة بالحكومة كان تقريره الأخير أثار طقسا جدليا ماطرا بشدة قبل أن يجري إغلاقه فجأة وقبل أن يأخذ مداه في استقصاء مدى موضوعية الاستطلاع وحياده وضقته الشيء نفسه تقريبا تكرر قبل أيام بشأن التسييس الحزبي للشباب بمن فيهم الطلاب الجامعات وما وصفه تقرير المركز بثغرات في منسوب الحريات العامة والإعلامية الأمر الذي يرشح الموضوع لمزيد من الجدل